عبد الاستكمال نشأت أثلتا حيث انطلقت بمقر الأمانة العامة لجماعة الدول العربية أعمال الدورة الوزرية التاسعة بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وخلال ترأسها أعمال اللجنة الوزرية أوضحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية فلا يزال الطريق طويلا لتزليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي العربي المشترك كما قالت الوزيرة إن مصر تعلق آمالا كبيرة على هذه الدورة للخروج بقرارات إيجابية تعزز المنجزات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاجتماعي والاقتصادي العربي رغم التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى وإزالة العديد من معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة فإنه لا يزال أمامنا الكثير من المهام والتي تتطلب المزيد من تضافر الجهود لتزليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض مصير التكامل الاقتصادي العربي المشترك المستقبلية التي نأمل أن تتوصل إلى مراحلها النهائية بإعلان السوق العربية المشتركة والذي من شأنه أن يخدم مصالح الأمة العربية موسيقى موسيقى موسيقى